حمد مش عارفين نبدأ منين بصراحة يعني مبارح كان يوم فيه مباريات غاية حلو كرويا دوري مصري وتقلق بيرامدز ولا نبتدي مع انتصار المنتخب خلينا نبتدي منتخب شفت زي مبارات المنتخب مبارح والفوز على المنتخب المالي 1-0 طبق مصر هي الأولى والأولى وكمان أولا فلازم نبدأ مع منتخبنا الوطني الأولمبي لأنه عمل حاجة حلوة وحالة حلوة في المملكة المغربية هناك في الملعب الكبير بمراكش انه يتفوق على منتخب مالي في مباراة القمة هي مباراة زي ما بيقولوا عليها كده دايما نتعبير الدارج عنق الزجاجة بالنسبة للتأهل للسيميفاينة لأنه التواجد فيما بين الأربعة الكبار في القارة الأفريقية على مساوه هذه الفئة العمرية إذن انت حجزت 95% من تذكارة العبور للأولمبياد لأنه أول ثلاثة مباشرة للألعاب الأولمبياء والرابع في نصف مقعد مع اللي جاي من القارة الأسيوية صحيح ففي كل الأحوال انت قربت جدا كمان انك تتصدر المجموعة صحيح النيجر بالأمس تفوقت على مدخب الجابون خرجت الجابون برا جاي لنا فرقة خلاص معندهاش أمال يوم السابت بإذن الله ساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة ومن ثم انت عندك فرصة ان انت تتصدر المجموعة تتجنب المملكة المغربية في السيميفاينة فتروح للأيصر نسبيا وإن كان الكبير يشيلي التقيل في السيميفاينة فتضمن التواجد في المباراة الهائية فتضمن تذكار تعبور للأولمبياد صحيح وإحنا حامل اللقب في 2019 مصر تفوقت على مالي مباراة على الورقة كان صعبة جدا بما قدم حتى من منتخب مصر في الجولة الأولى بضيع فرص كتير قوي كورتين في القائم كورتين في العرضة مش حلو بس فكرة انه منتخبنا الوطني بيوصل وده مش عيب ميكالي نسبيا لكن اللعبين في بعض الأحاين بيتعالوا على أرض الملع فيه إنهاء الهجمات وده قافة شوية فيه الكورة المصرية لكن استغلينا فرصة كانت في أول عشر دقيق وده مهم جدا بداية المباراة دايما بنبدأ بس ما بنوصلش للمرمى بالشكل المطلوب المروح لكن توظيف أسامة فيصل على سبيل المثال وهذا اللعب اللي كان اللي بيلمع في تشكيلة منتخبنا الوطني بالأمس لأنه ما كانش مهاجم كلاسيكي استخدمه روجيرو ميكالي هذا البرازيل المدير الفني المتخبنا الوطني زي ما كان الحال في مباراة النايجر فنوع به في عمل الحركات الهجومية وحرر أكتر إبراهيم عادل جوهرة حبة كريز موجودة في الكورة المصرية ولد متأسس صحة كرويا موجود مع براملز من توكيو شارك مع كابتن شوق غريب في 2021 بمسمها 2020 الأوليبياد الماضية إذن هو عنده الثقة والثقل وكاسر الحواجز فمن لقيت إيل على أرض الملعب وحط زي ما نبقى صحيح وحط كورة مطرقة فعلا حطها بإتقان وتقنية عالية والتخليصة دي مش بالشكل السهل بالمناسبة مع حركة الكورة أنك تتسدد وتحطها في زاوية صعبة على الحارس بهذه القوة والدقة تدل على أنه لعب ذات شخصية أو ذي شخصية لنقولها باللغة العربية سليمة وأكد على أنه متخبنا الوطني قادر على أنه يعبر دور المجموعات بالشكل اللائق لأنه دائماً اسم مصر موجود في أي بطولة على أي مستوى أو أي مرحلة سنية مرشح أول والبقى يجيب عادي صحيح دائماً دي حقيقة ممكن زي ما كنت تكلم إبراهيم عادل فكرة تسديد الهدف في أول عشر دايق ريحتنا نسبياً صحيح ولكن برضو عايز ألك على نقطة أنت تكلمت فيها فكرة إنهاء الهجمة يعني هل فعلاً اللعيبة بتتعالى أصل خانية أقول لك هي مش قافة في المنتخب الأولمبيا فقط والمنتخب الأول والأمبيا وهكذا سلسلة فيأكيد يعني صحح لي برضو أنت قادرة هل هي فكرة إن اللعيبة تتعالى فقط ولا دي قافة بالفعل عندنا لازم نشوف المشكلة فين هل هي مثلاً مشكلة في اللعيبة مثلاً عندنا هل التأهيل البدني مثلاً إيه المشكلة اللي عندنا عشان تبقى ديما وقافة زي ما أنت قلت في كل اللعيبة زي ما بنتفرج يعني العلم لازم أنه نفتكر كاس العالم 2018 كيفا روسيا 2018 أول متخب بدأ يدخل فكرة أنه أجيب مدرب مخصص لتطوير أداء المهاجمين كان متخب بلجيكا وكان متصدر تصنيف العالمي بالنسبة وقتها وجاب تير هنري هذا الفرانسي علشان يطور أداء المهاجمين وقتها الفكرة دي بدأت تتطور مع كل الأندية والمتخبات الكبيرة اللي بيبحث عن أنه أنا عندي مشكلة بمهاجمين بيوصلوا في حركية هجومية ولكن مش عارف يخلص فلازم يبقى في حد مسؤول بالضبط موجود حتى في منشستر سيتي مع بيب جوارديولا هذا رجل المشرفنا في مصر شايفين منشستر سيتي وصل لإيه كمان دلوقتي نقلة مختلفة طبعا صحيح اللي كان جنبه بيساعده في هذا الأمر أردتا اللي هو كان بينفس معها على الدور الإنجليزي مع أرسنال فهي حلقة إزاي أن نحن نطور من الأداء عندك مواهب حلوة أوي متأسسة صح ملناش دعوه بمين يقول لك أصلا ما يعرفوش هو وقفه كرة هو وقفه كرة مش عارفين لا 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 تعبتنا علين قوي هنا بس العقلية علين قوي بدليل لما بيخرجوا بره بيقدموا أداء يعني رهيب محترم في النهاية بالضبط صحيح وإحنا دايما بالأمس سئلت عن مباراة مصر ومالي والناس كنت قلقنا قلت منتخباتنا الوطنية دايما لما بنتجمع حتى منتخب محمد صلاح المتخب الأول بعد أول مباراة في أي بطولة حل الكاميرون 2021 خسرنا من نجاريا وصلنا للفاينل في الآخر لما بنتجمع أكتر لما بنبقى مع بعض بشكل أكبر بنفهم بعض فبنقدي بمستوى فني أفضل وده أهمية المسكرات وده أهمية الميران الجماعي قبل المباراة كمان والمدير الفني شخصية المدير الفني وشخصية المدير الفني وفهم المدير الفني العقلية اللعبين وفهم اللعبين العقلية للمدير الفني والاستراتيجية والفكرة اللي هي لعب بيها على الأرض الملعب فبناخد وقتنا شوية حتى المملكة المغربية على المستوى المنتخب الأولمبي لما فاز على غيرنا بالخمسة خمسة واحد في مباراة أول أمس نفس الكلام إحنا كمنتخبات عربية العقلية بتاعتنا بتحتاج لوقت شوية علشان تتلين مع فكر المدير الفني أنا شاف روجيرو ميكالي المدير الفني ده بالمناسبة من أفضل المدير الفني موجودين في العالم أنا قابلته في البرازيل في 2016 لما فاز مع متخب بلاده بقيادة نمار بالزهبية الأولمبية إذن الراجل عنده إرث لما ييجي مع متخب مصر صحيح فرق الإمكانيات نسبيا ولكن أنا زي ما بقوله والله لعبينا مش أقل من أي حد في العالم فقط ادي لهم الثقة والاحتكاك واكسر الحواجز مع المتخبات الكبيرة تقدر توصل لما كان محترم ووفر لهم كل اللي هم محتاجينه حتى زي ما منتبع زي ما انت قلت كمنتخبات حتى عالم في العالم كله أو حتى فرق عالمية قدرت أنها تحقق طفرة زي ما كنا منتكلم صحيح طيب محمد بتشوف مجموعة المنتخب إزاي وهل قدرنا إحنا نحسم التأهل ولا الجولة الثالثة هي الحاسمة أكيد الجولة الثالثة هي الحاسمة لأن ناير بالأمس نوشتنا بفوزة على الجابون لكن ريحتنا لأسلاحظوا حدين فكرة أن الجابون في الجولة الأخيرة بتلعب ما عندهاش أي أمل أنها تتأهل فنقلق منها شوية أنها تقدي عرض عايزة تظهر بي لعبيها على الأرض ولذلك لازم أنتخبنا الوطن يلعب بالشكل الجادي بجد على الأرض الملعب من بداية مباراة الجابون علشان يحسن الفوز وفوز آمن ما يخلناش فكرة النتيجة بتاعة 1-0 دي المتعلقة برضو بتخليك لغاية آخر دي أنت مش متطمن تتخطف كرة ثابتة خطأ مدافع ما يطمناش لازم تحقق فوز بهدف واثنين تعزز بي الأفضلية علشان تبقى مرتاح على أرض الملعب والله واثنين صفر كمان يعني ما حدث بالأمس في الدور المصري خلينا نقول أن حتى اثنين صفر أحيان بتبقى خادعة صحيح لكن منتخبنا قادر أن يفوز على الجابون الجابون كمنتخب أوليمبي لأنه عنده عيوب كتير قوي فنيا نحن على المستوى الفردي والأداء الجماعي ودائما نقولها قيمة المهارة الفردية لما تخدم على الأداء الجماعي والنسجير بإجابية وده حلوة قوي في أحمد عادل ميسل اللي ما بينزل في تشكيلة منتخبنا الوطني وسمى فصل وتجنحته بتحركه اليمين والشمال وأنه جوكر موجود مش كلاسيكي ممسوك بس فيما بين سرد بكات أو قلب الدفاع أي منتخب بنقابله وغير من أداء روجيرو ميكالي بقى هو الجوهرة اللي بتخدم على إبراهيم عادل وبتخدم على أحمد قطة مثلا اللي موجود في تشكيلة متخبنا الوطني بتخدم على محمود صابر من نص الملعب اللي بيتقدم من الخلف للأمام فبيعمل لمسات وبصمة محترمة لهاد المدير الفاني روجيرو ميكالي البرازيلي مع متخبنا الوطني وفي تطور في الأداء قدالي يضفني ويريحني شوية فكرة أنه أنا مش بفوزه خلاص مش عشان المنتخب اللي قدامي ما كانش في يومه مثلا لأ أنت اللي بتحور الأداء للطريقة اللي تناسبك وتجذب أو بالأحرى توجه الفريق لقدامك مش هو لموجهك أنت اللي متحكم في التيمبو في الإقاعة على الأرض الملعب لأ منتخبنا قادر إن شاء الله في مواجهة السبت أنه يفوز على الجابون ويريح نفسه بنفسه ويتصدر المجموعة لكي نبني عن المملكة المغربية في السيمي فاينال ومن نجدعه بقى بمالي والنيجر يخبطوا هما في الجولة الأخيرة أعتقد أن المواجهات بإذن الله للمنتخبنا الوطني أيصر مع التأهل لسيمي فاينال ونتجنب المملكة المغربية نوصل إن شاء الله كمان للفاينال ونحاوز على اللقب ليه لأ تقدر نقدر طبعا طيب عشان قبل أن ننتقل لمباراة الأهلي والبنك الأهلي والبطولة المحلية خليني سريعا أعرف منك إيه الأدوات اللي هيتعامل بها مكالي في مباراته أمام الجابون وعايز أعرف منك برضو هل هيقدر يتغلب على المشكلة اللي هي فكرة نحن شايفين حتى من الماتش اللي فاته من ناجر إنه كان فيه مشكلة في إهدار فرص كتير جدا صحيح لازم يلعب على ده وهو بيطور من ده مع الجهاز الفني المتخبن الوطني خلال اليومين الراحة ما بعد كل المباراة بيشتغل على تطوير الأداء الهجومي لأنه أنت بتوصل من نص الملعب فأنت المصادر بتوصلك باللعبين المهاجمين التخليص بيده يشتغل عليه وده عمل تركيز بشكل أكبر على لعبي الهجوم بالنسبة المتخبن الوطني أكيد ليه تفاصيل فنية كتيرة جدا من نرش نحن نكلم فيها بشكل أوسع لكن هو فعلا بيشتغل على ده بأفكاره العالية أسما فيصل بشكله المختلف مع المتخبن الوطني إبراهيم عادل اتنين مفتاحين تؤال قوي أحمد كوكا لعب محترم جدا أطلا بيعتمد عليه دلوقتي موجود مع محمود صابر حسام عبد المجيد وعمر فايت كمان حتى لما خد دوره على الأرض الملعب الاتنين السرد باكين دول عندهم ميزة أنهم أو قلقى القلبية دفاع في منتخبنا الوطني طوال القامة فبيتعاملوا مع الأطوال في الدربات الثبتة اللي كانت دايما قافة برضو أو عيب من عيوب الكرة المصرية في كل الأندية والمتخبات أنه أي ركنية أو أي كرة ثبتة كانت بتعملين إحنا قلق حسام عبد المجيد بلعب مع الزمالك بشكل شبه دائم عمر فايت مع المقاولون العرب بشكل شبه دائم أو حتى لما بيكون موجود محمد حاتم أو أي لعب في تشكيلة منتخبنا الأولمبي حلو أنهم وغدين أو رجلهم في الملعب الأحرى مع فرقهم الأولى في الدورة المنتازة فمن ديهم تقلع على أرض الملعب بشكل أو بآخر أعتقد أنه المجموعة العامة الهيكلة العام لمتخبنا الوطني لا تقيل خد الثقة والثقل من مباراة الأخرى وأنا شايف أنه منتخبنا إن شاء الله قادر أنه من الجولة اللي جاي يدي عين حمراء للكل أنه جاي يقدي أداء زي الفل بإذن الله إن شاء الله ودي الثقة والتجارب المكتسبة من المباراة اللي بتلعب قبل كده تحديدنا